في خلال تسلمه رئاسة الجامعة اللبنانية من سلفه زهير شكر شدد الوزير السابق عدنان السيد حسين على أهمية النهوض بالجامعة الوطنية لتكون نموذجا وذلك من خلال استعادة مجلس الجامعة في هيكلياته وصلحياته وإعادة النظر في البرامج والمناهج ومكننة الإدارات السيد حسين وفي كلمة خلال حفل التسليم الذي أقيم في مبنى الإدارة المركزية في المتحف تناول أوضاع أساتذة الجامعة ونشدد على إنصاف الأساتذة الجامعيين في رواتبهم وتفرغهم ودخولهم الملاك الجامعي وتوفير فرص البحث والتجديد المعرفي فالأستاذ الجامعي ليس متسولا في الشارع وآن لهذه القضية أن تعالج علميا وبمسؤولية من جانبه تحدث شكر مشيرا إلى أنه يغادر الجامعة مرتاح الضمير ومطمئنا ولا شك أن عوامل كثيرة وجهتنا في الجامعة اللبنانية وبعضها يعود إلى عدم وجودنا الجامعة يتدارس ويقرد شؤونها بمشاركة من كل أهلها لأن لمجلس الجامعة دورا تقريريا لا يمكن إلغاؤه لأي سبب من الأسباب وشدد شكر أخيرا على أن الجامعة محكومة بقوانين لابد أن يتم تحديثها ترجمة نانسي قنقر